عطل جيتا مني في غسالة توشيبة ده بيكون مشكلة في ان الغسالة بتملاق مية او تبدأ تملاق مية لكن المطور ما بيشتغلش وده بيكون اما المية مامتلتش بالحجم المطلوب او المنسوب اقل من اللازم وممكن يكون حمل زايد على المطور او المطور في مشكلة ازاي نعرف نتأكد طبعا بننظف الفلتر بتاع مصفات دخول المية ونتأكد ان المية قوية وبتملاق المنسوب كويس لو بتملاق المنسوب كويس كمان نتأكد ان الملابس مس زيادة او الغسيل مس زيادة من الغسالة لان بيكون كتير زيادة عن اللازم وتسبب المشكلة وممكن نقربها على الفاضي اا بدون ملابس عشان نقدر نتحرك في تلاتة حاجة لو ما فيش ملابس كتير او المية قوية بيكون مشكلة في المتور في مشكلة اا مش اادرة مش اادرة يتحرك وده بيكون حاجة ما بين الحلتين اا ونقدر نشوف الحل بأيدينا بتتحرك معنا ولا لأ طبعا احنا عملناها عملي وكمان ممكن يكون وصلات المطور فيها مشكلة او المطور نفسه في مشكلة وده سبب عطل اي تمانية في غسالة توشيبة